أكد رئيس السنغالي رئيس الاتحاد الافريقي ماكي سال أن البنية التحتية في افريقيا لا تزال تحتاج إلى تمويل كما أوضح خلال كلمتي في القمة إلى أن مشروعات البنية التحتية في القارة الافريقية تأثرت وبشدة وبشكل سلبي جراء جائحة كورونا مشيرا في الوقت ذاتي إلى تباطئ تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة في المجال الصحي والاجتماعي أن تأثير جائحة كوفيد كان له تأثيرا قويا على البنية التحتية وأدى إلى تباطئ تحقيق تنفيذ المشروعات وتوجيه خاطئ لتنفيذها وخاصة في المجال الصحي والمجال الاجتماعي ورغم هذه الصعوبات فإن أفريقيا دائما تدفع ثمن هذا المشروع بسبب نسبة الفائدة العالية وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك نقاشا جادا بين شركائنا بهذا الصدد ترجمة نانسي قنقر